تحديدا مباراة برشلونة ببير ميونيخ مهما حدث لم نكن نتصور أن النتيجة تصل لهذا الحد خصوصا أن برشلونة كان لديه العديد من اللعبين المهمين والخبرات واللعيبة المميزة وأفضل اللعبين في العالم كواليس هذه المباراة أنا أتصور أنه الموضوع كان أكتر منه أمور فنية ماذا عن علاقتك بلعيب برشلونة وقتها؟ العلاقة كانت طيبة المشكلة هي أن الموقف كان صعب الوضع كان صعب بالنسبة للنادي بشكل عام وكان هناك بعض اللاعبين كانوا يمرون بلحظة مهمة في مسيرتهم الرياضية الفترة نفسها لم تكن الفترة الأفضل لنا في الموسم وبالنسبة لمباراة بيرم يونيخ أعتقد أنها حادثة تاريخية لن تتكرر أعتقد في تاريخ النادي ولكن على مستوى كرة القدم قد تحدث لأي فريق أن يستقبل نتيجة بمثل هذا الحجم هذه أمور قد تحدث في كرة القدم لحصول الحظ أنني كنت أنا الذي قابل هذا الحظ السيء بهذه بنتيجة سقيلة مثل هذه شاهدنا هزيمة البرازيل أمام ألمانيا في كأس العالم وفي عقر دارها كانت حادثة أيضا في كرة القدم لم تتكرر بعد ذلك ولهذا أقول لك أنها أمور تحدث في كرة القدم قد تحدث على مدار سونات ولكنها تحدث بصوبتي بصوبتي الآن